أهلا بكم عيب 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 ثلاث مرات مجلس النواب كما هو مرسوم مارس واجباته في الدورة الأولى وخرج نواب التعطيل لمنع انعقاد الدورة الثانية من دون إعارة أي اهتمام إلى الليرة التي سجلت انهيارا إضافيا وسجلت دولار خمسين ألف ليرة وسجلت صفيحة البنزين ارتفاعا بستة وعشرين ألفا والمزود بسبع وعشرين ألفا نواب التعطيل غير مستعدين للاستيطان في المجلس إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية بل هم في جاهزية تامة للهروب إلى خارج القاعة تهريبا للنصاب داخل المجلس كان ترف التعطيل وخارجه قرف عبر عنه ذو ضحايا انفجار المرفأ الذين انضم إليهم عدد من النواب تضامنا ووقعوا عريضة تعهد بوصول التحقيقات إلى الحقيقة كاملة ترجمة نانسي قنقر